اشتركوا في القناة التاسع والاربعين لمجلس أملاء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية واجتماع الدورة السادسة عشر للجنة الإحصائية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للسكوع واستعرض الجانبان أبرز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والمشاريع والبرامج الإحصائية المشتركة والتقدم المحرز في مجال تنفيذ الاتفاقيات ومذكرة التفاهم المنعقدة بين الجانبين لا سيما في مجال تبادل التجارب وخبرات البرمجيات الإحصائية المتوفرة وتدريب الكفاءات الوطنية للارتقاء بالقطع الإحصائي بالمملكتين الشقيقتين كذلك أكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية موصلة إتاحة البيانات والمعلومات الشاملة والمتكاملة لضمان استمرارية بناء نهضة وتطور البلدين الشقيقين ولمواكبة مستجدات ومتطلبات العصر الحالي وضرورة العمل خليجيا وعربيا من أجل تعزيز ونشر البيانات والمعلومات بشفافية للمساهمة في تقليصات الفجوات المعلوماتية ورسم السياسات والاستراتيجيات المبنية على البيانات الموثوقة لتحقيق النمو وتطور للمجتمعات الخليجية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة في كافة القطاعات الرئيسة ترجمة نانسي قنقر